اشتركوا في القناة 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 باش نوريكم طريقة سهلة بلا ما تشرو هداك المول كي اللي ما يلقوهش في الحوانت ولا سهل تعليم الطريقة اهنا قدرت قلت لكم الدجاج تاعي فاصيتها فيها البيض تاعي وزيت الفخوماج الابيض هداك فخوماج بما انه استعملنا الدجاج صد الدجاج يجي ناشف وميجي شي بني مزيف والبيض البيض يجي تاني ناشف دخلت معاه الفخوماج باش يبنن لي لفخص تاعي ووالا نتمنى الفكرة تكون وصلت هنالو فاتك حشيتها بالبيض تاعي نغطيه بهذا الطريقة ووالا نحكم الدجاج تاعي انه نكرازه من الليح بيدية من ديراش خشين طبقة خشينة بزيف نغطو به فقط لفخص تاعنا هادا مكان نغطو قا هادا البيض لازم يولي شي باننا كيتلقي كوتي ولا مخصو باين نغطيه وعينك ميزانك وبالا هنحكمت الاسباتشيلا تاعي ونزيد انه نضغط على هذك الدجاج باش يحكم روحو مليح مع البيض هاذا الاسباتشيلا تساعدنا بزيف ولا استعملي اصابيع تاعي يديك وتحكمي فيه بنفسك انا تعمت نطول الفيديو سمحولي بغيت نوريكم الطريقة السهلة تبعوا معي اخر الفيديو وغادي تشوفوا الطابق يجي هايل ويجي ما شاء الله ديكور واحد اخر نبدلو في ديكور شو يمشيت وجوغ نحطو جاء الدجاج تاعنا نحمرو ونحطو مع طبق تاعنا ولا ندلو رولي تاع دجاج بزاف نبدلو الديكور من ذاك انا استعملت هاد المول باش ينتحكمو انك شغول يلمنا هادا كله الدجاج تاعنا ويلمنا البيض لحشوة تاعه كينلمو كيم هاذ الطريقة هنه استعملت الزيت نزيد نتحكم فيه شوية باش يولا استعملوه ما عادي مي الزيت افضل هنه نزيد نليسي همليح كي عادي الليسي ونشكل الشكل اللي بغيته نحيه من المول تاعي دوك تشوفو معايا في الفيديو نزيد نحيه من المول تاعي ونزيد نتحكم شكل همليح على شكل اهرامات بطريقة سهلة نتابعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الطريقة اه مليح هنه بعد ما شكلته في المول تاعي نحيته به بالبابي كيسون هنه البابي كيسون ضروري في هاد طبق لازم نستعملوه باش نتحكموه في الشكل تاعه مليح هنه العملية التانية هنه ضروري عادي نشكل فيه مليح على شكل بيغاميد بهذا الطريقة نزيد نقنته غيب يديك وتفني فيه كوني فنانة في الطبخ في الطبخ تاعك لازم انتي تتحكمي في الشكل تاعه عادي وساهلة جربيها ورجع لي في الكومنت تاعه ستقيني كي عادي تحضري هاد الطبخ عادي لائلة تاعك عادي يشكروك يشكروك ويدعو لك من قلبهم وعلا بس بعتيك وغادي تقنتيه وتشكلها مليح انا استعملت هنه قوبات استعمليها تاني تساعدك في التشكيل تاعه هنه تاني في هاد الدجاج بغيتي تستعملي ضيفي مغير فيها صغيرة عا الخردل تاني تبنن لك الدجاج تاعك هنه بعد ما شكلتها مليح هنه حافضي عليها على شكل تاعه هوا لوفات كي يدخل للفوق سايبون غادي يحافض على شكل تاعه المهم هنه في تشكيل تاعه كله في المين تويته تغلفي به في البابيو كيسون هنه حافض على شكل تاعه هنه غادي نغلفه هكا به هاد البابيو كيسون ونضغط عليها مليح في الكوتي وندخل هادك البابيو كيسون من الاسفل لوك تشوفوا الصورة توضحكم كل شي نتمنى اللي تشاهد الفيديو لأول مرة تشترك وتفعل الجرس باش تلقى الجديد معايا ولي عجب هالفيديو ان شاء الله متنسانيش بالجام جمج مولي مليح بس كوني نتعب على جايكم البنات باش نفرحكم ونعطيكم ديزا سيش شابين واطباق هاي لين نرجعو الوصفة تاعنا هنه هادك البيغامي تاعنا ولا الداجج اللي وجدته دخلته للفوق عاوت رجعته في المول تاعه ودخلتها للفوق شعلته من فوق ومن تحت اه على درجة حرارة ميتين دراجة اه لمدة اربع ساعة حتى الفين مينيت على حسب الفوق تاعكم البنات اللي فاتكو تعرفوا باللي بداي ينشف ولا لي ما تعرفش بتكون مبتدي اه دخل سكين اللي فاتكو تسيبها هنشف عارفي باللي سايبونه طيب نحيه من الفوق تاعك ووالا هنه يا الطبق اللي ولا تاجين اللي غادي نافقها معه ولا السوس اللي غادي نافقها مع هادا البيغاميد اه هنه درت السوس تعال اولا مرق الزيتون انتو ما رافقوه باي حاجات تكون عندكم بالجلبانة بالشامبينيون السوس واحدها عادي ولا بصالات اعتبروه كمقبلة عادي جيبنين ما شاء الله اهنه درت احبه بصلا صغيرة سكرفشتها درتم مرسودة على الدجاج ما كاش عندكم الدجاج بالزيادة ديري الكاركاس وولا ولا مكاش عندك الكاركاس اه دي الزيت والزبدة اللي غادي نقلوه فيه هدوك تشوفوا معايا فيديو اللي غادي نقلوه في هاداك الدجاج تاعنا ونندولها التحميره هاداك الزبدة والزيت يكونوا بنين اه قلوه فيه الزيتون تاعنا ولا نقلوه فيه الملق تاعنا تعال الزيتون اهنه قلت الزيتون تاعي مليح مع البصل والتوم والتوم بودرة والفلفل اسود وسكن جبير وقص بوربود وزوج ورقة عالرند قلتهم مليح ودت لهم رشة تاعلا فاغين باش يديني الملقة خاثرة بس كوكا عافيلي المرق الابيض لازم نقلوه مليح باش يجينا بنين ومن بعد اه لفاتكو دوت قلية تاحهم مليح اه مرقتهم ولا ضفت لهم الماء يكون ساخن ودرت لهم غيطات تاحهم خليتهم اطيبوه على عقلهم من جهة اخرى الدجاج تاعي كان طابلي درت هنا الميقلات كبيرة درت فيها مغرف تاع الزبدة زوج مغرف تاع الزيت وهادك البابيكويسون قصصته فليكوتي فليكوتي باش تساعدني اني نقلوه مليح لفاتكو يتقلالي شوية من تحت غادي تنحار روحو هنا دو بخيفيرانس لبنات باش متغلطوش كيما نغلط هنا قسموه على دو وقلوه باش ميجيكوش سعيبه فتقلية تاعي لا كانت كبير علا كان هادك الدجاج ولا المورسو تاع البيراميد تاعكم يكون كبير انا هنا كان عندي كبير قليته بهذا الطريق عميه دو بخيفيرانس تقسموه انا بقيت له هادا تحميره وانتوما الاسب الدوقت تاعكم انا حمرتها مليح والا في الزيت والزبدة اهنا بعد ما قلتها مليحو كان ساخن اه درت له هادا الفخوماج تاع الساندويج كيما راكو تشوفو هنا الفخوماج راها مشي حاكم روحا بس كو كديجا مخرجاتها متلاجا مكاش حاكم روحا مليح هادين غالفه كامل بغالي كوتين غالفهم وانتوما ما بغيتوش تغالفوه بغيتو اه تخلوه كيما راها هادي تاني اه رفقوه مع طبقتاكم وقطعوه اه الى قطع وقدموه مع الزيتون تاعكم ولا مع جلبانا ولا ما نبغتكوها انا هنا اهنا يفضلت اني نديكوري هكم عارفين الديكور لازم تكون المنظر تاعها شباب وما يمطلو البنا مشاء الله هنا نغالفه كامل وإلا بغيتو تبدلو الديكور تاني لبنات نعطيكم تاني فكرة واحد اخرى ما بغيتوش تدلو قاعد الفخوماج متكلفيش نفسك ديليه ديت خونش فعيكزوم غيت رنش واحدة تاع الفخوماج قطعيها بالسكين هكا ديت خونش وديكوريها وديكوريها كشغل كل كل حاشية ولا ولكم الاختيها مي هادو الشكل جي شباب بزاف صدقوني هنا بعد ما غلفتها كامل هادوك الزوائد انا نقطع فيهم بالسكين ولا باش جيني فينيسيون شابا هنا بعد ما غلفتها كامل هادوك الزوائد انا نقطعها بالسكين يكون منشعب هادوك الزوائد انا نحي هادو الشيت باش الديكوري يجيش باب هادوك الزوائد انا نقطعها بالسكيني كون منشعب باش يساعدنا في تقطيع تاعها وهنا من الاحسن ما تضغطيش بالمليح ما غيركو لافخ ستعنا ولا الدجاج اشتعنا رحا كامل وحوم ليح ما ما تضغطيش عليه كش غورك تقطعيه في في الخبز شوفوا شكلتها هي جهائل انا كات عندي اختي هنا ضيفة والله ما استقطعت حسبتني درتاه في المول سبيسيال تاعات على البيغاميد حتى وريت لها المول هادا شافتها حقاتلي والله فكرة شابة بزاف وسهلتها عليكم باش تديروا اطباق بنينا وشكلا ودوقا هنا كنا عندي لي كياضو هادو درت فيهم حبة على الزيتون بس كنت عملا الماراق ودير الزيتون فيه ودرت تتخونج تاع السيتخون الديكور على السبب الدوقت تاعكم ووالا طبقة عنا رحواجد شوفوا جه الشكلتها هي واقف جام ما شاء الله قربت لكم الصورة باش تشوفوا الوصفة ناجحة مئة بالمئة ووالا طبقة عنا رحواجد لنا كيما كتشوفوا رفقتها مع الزيتون قلتكم هذا الدوق تاعكم ترافقوه بأي مرق خير عندكم في الدار شوفوا جه ما شاء الله الشكل تاعه والدوق تاعه ان شاء الله هتجربوه وتنجحو فيه ورجعوا ليه في التعليقات الطيبة تاعكم وعلا سلام عليكم خالي سكم في أمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة